السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعين قناة فان تربيه الطيور مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد كما رأيت في العنوان تزويج ذكر واحد لأنتتين في قفص واحد ما هي الطريقة المثلة وكيف أتعامل مع الإناث وما هو الشرط في هذا التزاوج وكيف أتعامل مع الذكر في هذه الحالة ومتى أدخل الدكر على هذه الإناث كي أحصل على أعلى نسبة إنتاج من هذا التزاوج على بركة الله رح بلش معاكم هاي الحلقة ولكن قبل ما بلش به الحلقة هاي اللايكات عبشوفها قليل كتير فمحبة بأبو النصر ومحبة بها القناة هاي بتمنى من كل أخ وأخت عبيتابعها القناة هاي يضغط على زر اللايك وإذا عابتشوفني أخي العزيز لأول مرة أو عابتشوف قناة فانتربيط طيور لأول مرة صدقا راقب التعليقات فقط ما شاء الله تبارك الرحمن أغلب المتابعين في إفادي بشكل مستمر فأتمنى منك أخي الكريم المتابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة دعمنا بزر اللايك أيضا وبالإضافة إلى ذلك تفعيل إشعارات الكل إشعارات الكل عن طريق الضغط على زر الجرس طبعا أخوة الكرام بالنسبة لموضوع تزويج طبعا أخوة الكرام بالنسبة لموضوع تزاوج هذه الطيور يتم على الشكل التالي أولا نحتاج إلى أنتتين ويجب أن تكون هذه الإناث بأتم الجهوزية من حيث البطن من حيث المزبل من حيث نظافة البطن وخلوه من جميع الأمراض نقوم بوضع هذه الإناث داخل قفص واحد ومراقبتها حتى ما نقع بمشاكل أن الأنت تقوم ببناء بنفس العش أو يصير في اختلاف على عش واحد فهون هذه الإناث ما رح تصلح معك للتزاوج فإذا شفت أن كل الأنثة انتقلت إلى عش وبدأت في بناء كل العش منفصل فهون أنت صار عندك اكتمال في عملية التزاوج دون مشاكل متى من شفنا الإناث بدأت في بناء العش أخوة الأعزاء نقوم بإدخال الذكر على الأنثتين هذه أول طريقة الطريقة الثانية هي بوضع فاصل لهي قد لكم لازم يكون في عنا قفص كبير ومتسع نقوم بوضع فاصل ونرى الأنثة الأتم جهوزية نقوم بإدخال الذكر عليها أولا بس شفنا أول أنثة صارت في أتم الجهوزية نقوم بإدخال الذكر عليها مباشرة بعد أن يقوم بعملية تكبيس الأنثة ولحظنا الأنثة الثانية بلشت في الجهوزية بشكل مباشر هذاك الوقت نسحب القاطع ونترك الذكر مع الأنثتين في قفص واحد بالطريقة هذه ما رح يصير في عنا مشاكل على الإطلاق أما بالطريقة الأولى ممكن يصير في اختلاف على العش الطريقة الثانية أنا أفضلها أكثر بوضع فاصل بين الأنثة الأولى والأنثة الثانية في قفص رباعي بعد أن نرى أن الإناث قامت ببناء العش واكتملت من بناء العش نقوم بوضع الذكر عند الأنثة التي تكون فيها الجهوزية مكتملة بشكل أكثر حتى تنتهي من وضع البيط نقوم بعملية سحب القاطع حتى نرى الأنثة الأخرى أيضا بدأت في وضع البيط بعد دخول الذكر عليها فالطريقة هي نحصل على عملية تزاوج متكاملة ولكن ما هي المواد المقدمة للذكر وما هي المواد المقدمة للأنثة أثناء وجوده داخل القفص وأثناء فصله عن الإناث طبعا بالنسبة للأناث يجب أن نقدم لها مواد تحتوي على أسر اليوم وفيتامين إي وهذه المواد أخوة الكرام بالطبيعة موجودة مثل ما حكينا بخلطة البروكلي والجزر والبيض المسلوق بالإضافة إلى ذلك زيت السمسم نقدمها للأناث مرتين في الأسبوع لتجنب التشحيم يضعف إليها لهذه الخلطة أخي العزيز زيت حبة البركي بمقدار نصف معلقة لهذه الخلطة البزور المقدمة هي البريقة فقط البريقة فقط وأثناء وضع البيض نفس هذا الباتيب تظلم حافظ عليه أثناء عملت وضع البيض لحتى أنت لا تقوم بعملية أكل القشر البيضة أو أكل البيضة بشكل كامل لتعويض النقص بالإضافة إلى ذلك نقوم بتقديم محلول الكالسيوم وهو عبارة عن وضع بيضة مسلوقة تنويه بيضة مسلوقة بشكل كامل بتوضع في الليمون حتى تتفاعل مع الليمون وتستحصل على الكالسيوم نتيجة هذا التفاعل ونقدمها للأنثى حتى يكتمل البيض بشكل كامل ويكون ما في أي مشكلة من حيث رقة القشري طبع البيضة أو خروج بيض برشت بدون قشر على الإطلاق أما بالنسبة للذكر ليش نحن قلنا لحتى الإناث ثبني العش بشكل كامل نقوم بإدخال الذكر لأنه الذكر ممكن إذا دخلناه على الإناث وفي أتمة جهوزية هذا الذكر أخي العزيز ممكن يسبب مشاكل إذا الإناث إذا موجازي ممكن يخرب العش ممكن يضرب الإناث ممكن يقوم بعملية سحب الخيطان ورميها في أرضية القفص ممكن يقوم بعملية اللهم صلع سيدنا محمد مدايقة الأنتى فهذا الأمر رح يسببنا مشاكل كتير يكون الإناث جاهزي والذكر جاهز السبب الثاني ممكن أن تعطيه الأنتى تكبيس للذكر أثناء دخوله عليها بدون ما يكون في عندها وضع عملية وضع بيض وهذا التكبيس رح يكون بيض فاضي يعني رح يكون تكبيس فاضي يعني رح يكون كل ياته بالمزبل فقط دون تلقيح العرنوس أو دون تلقيح البيضة وهذا التكبيسات رح سبب للطائر إجهاد وإرهاق وهذا الأمر نحن لازم نبعد عنه لازم يكون الأنتى بطنة مكتملة في عملية التزاوج أو لعملية التزاوج نقوم بإدخال الذكر عليها حتى يتم التزاوج بشكل صحيح الأمر الآخر الأمر الآخر بالنسبة لموضوع الذكر المقواد المقدمة للذكر قبل إدخاله على الأنتى هو منقوع الزنجبيل الليمون العسل الخولنجان زنجبيل ليمون عسل خولنجان أبو النصر ما عندي عسل زنجبيل ليمون خولنجان نقوم بعملية الدمج هذه المواد في مشربية حتى تستنقع بشكل كامل لمدة ست ساعات ثم نقوم بوضع خمس قطرات من الليمون فوق هذا المنقوع ويقدم للذكر مدة أسبوع قبل إدخاله على الإناث وأيضا ضمن وجوده عند الإناث نقدم هذا المنقوع حتى تنتهي آخر أنثة من عملية وضع البيض الخرنوب عفوا أخوات الكرام الزنجبيل والخولنجان مساهم في عملية رفع وزيادة الخصوبة عند الذكور طيب يا أبو النصر أنا فين أقدم منقوع آخر نعم تستطيع تقديم منقوع التمر وهذا المنقوع أخي الكريم أيضا من المناقيع المهمة للإنات والذكور وهذا يساعد في عملية أيضا رفع الخصوبة في هيجان الذكر في تكبيس البيض تستطيع تقديم مثلا ثلاثة أيام من خولنجان وزنجبيل وليمون وعسل تقدم بعدها يومين متتالين من منقوع التمر والليمون وهذا أيضا مساهم في عملية رفع خصوبة الذكر ورفع خصوبة الإناث لإتمام عملية التزاوج طيب يا أبو النصر شوفي نقدم للذكر بزور نقدم البريقة السادة وأفضل يعني الخلطات أخوة الكرام والله العظيم عبتسبب للطيور أمراض لا تعد ولا تحصى إلا إذا كانت خلطة مدروسة فقط اكتب فنتربيت الطيور خلطة البزور كل شي بيقلك أنا عبجيب خلطة من السوق وعبقدمها للطير ترى هذا أكبر ضرر للطير لأنه في نسبة النيجر وبزور الشوك عالي عبتسبب للطائر أمراض ومن ضمن هذه الأمراض مرض الكبد يعني كل شي عبزيد عن حد وعب يقلب ضد الطير وضده يعني عبسبب له أمراض معوية عبسبب أمراض في الكبد لذلك الأمر إذا بدك تعمل خلطة خليها تكون خلطة بيضاء بشكل كامل مع وجود السوال بشكل خفيف وهذا الأمر لن يعيق عملية تزاوج عند الذكر أو الأنت خلي التفاح أيضا مهم ومنقوع الحلبي أيضا مهم للإناث أثناء عملية حضن البيض انتبهوا لهذا الموضوع هذا أثناء عملية حضن البيض منقوع الحلبي خلي التفاح الطيور اللي عندك هل لقف في مرحلة الجهوزية هل منقوعين هذول لا تغفل عن تقديمهم لأن الأنت رح تفقد الأحماض رح تفقد معادر رح تفقد كثير شغلات ممكن أيضا تسبب للأنت نوع من أنواع اللهم صلى سيدنا محمد الأمراض المعوية ومن ضمنها الميجا بكتيريا لهذا الأمر خلي التفاح ومنقوع الحلبي أيضا مهم لهذه الإناث أثناء عملية وضع البيض أو عملية اللهم صلى سيدنا محمد حضن للبيض أو أثناء عملية وجود الفراخ الهندباء مثل ما كم لاحظين في القفص كانت غزاء رئيسي لهذا الطائر وبتمنى منكم أيضا تقدموها ولهذا الغدر المكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته